في كل بقعة من بقاعه يدق جرس الإنذار وتنطلق حالة الطوارئ فهنا العراق أرضه المكلومة وثمره وأنهاره وأهواره وهو بلاد النهرين بات حاله يرثى لها فمن تصحر إلى جفاف إلى تنوع بيئي يتلاشى وكثر الحديث عن تحذيرات فيما مضى إلا أن الأوان فات والحالة لا تصر صديقا أو عدوا بما يحدث في دجلة والفرات وتغول إيران وتركيا على حق البلاد المائية إلى الخطر الأكبر بما صرح به الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتريش دخول العالم عصر الغليان العالمية ليتصدر العراق تلك المرحلة وهو الخاسر الأكبر في صفقة المواجهة مع موجات حرارة لم تحدث تحت سمائه منذ مئات الأعوام يحذر المتنبئون الجويون من أن العراق سيكون في الساعة والأيام المقبلة وعموم هذا الصيف بمثابة فوهة التنور العالمية أما الهيئة العامة للأنواع الجوية قالت أن سبب ارتفاع درجات الحرارة الملحوظ في معظم محافظات البلاد هو زيادة تأثير المنخفض الجوي الموسمي والذي ترافقه كتلة هوائية حارة ورطبة مشيرة إلى أن 14 محافظة عراقية ستسجل درجات حرارة تتجاوز في معظمها 51 درجة مئوية نداء عاجل كذلك يجدد به المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكارتورك بفقدان التنوع البيئي الذي بات واقعا في البلاد والشاهد أهوارها خير دليل على جفاف وجه بلاد الرافدين وللعام الرابع على التوالي يواجه العراق البلد الخامس الأكثر تأثرا بالتغير المناخي في العالم بحسب الأمم المتحدة موجات الجفاف حكومة محمد الشيعة السوداني تقول إنها جعلت مكافحة التغير المناخي واحدة من أولوياتها لكن الناشطين بيئيين يحذرون من ضعف التحرك في هذا الصدد وعود يقول عراقيون إنها جفت تماما كما جفت هذه الوجوه علها تروي بما تبقى لهم من قطرة أمل تفاصيل الأيام المجهولة ترجمة نانسي قنقر